بهذا الفيديو رح أشارك وياك عشر أطعمة تقوي الدماغ والضاعف من قدراته أهلا وسهلا بيك أنا اسمي مهدي طبيعي عراقي عايش بألمانيا وبهاي القناة أشارك وياك أشياء وأفكار ساعدتني أوصل من قرية صغيرة بالعراق إلى واحد من أكبر مراكز الجراحية بألمانيا وإحنا هنا بتحدي العقل الخارق أنا تحديتك إذا تباوع هاي الواحد وعشرين فيديو وتطبق الأشياء اللي رح أشاركها وياك ما تقدر تضاعف قدرات عقلك تقوي تركيزك وتخلي ذاكرتك ذاكرة حديدية فيديو سابق حجيت لك عن ثمان مفاتيح للعقل الخارق وأول مفتاح من عندها كان الأكل تذكر؟ أكيد تذكر إذا أنت جديد ما شايف الفيديو تدوس هنا شوف الفيديو بهذا الفيديو رح أشارك وياك هذه الأطعمة اللي تساعدك إنه تزيد التركيز ماتك إنه تحتفظ المعلومات فترة أطول تتذكر تركز تفكر بطريقة أكثر وضوحا وأكثر فائدة إلك هذه العشرة أطعمة ما رح تحتاج تكتبها لأن أنا رح أعلمك طريقة شلون تحفظها هذه العشرة أطعمة هي أول شيء الأفوكادو واحدة من أفضل الأكلات اللي الواحد يقدر يأكلها الثانية هي التوت الأزرق البري الثالثة هي البروكولي الربوكولي كلش مفيد ومن أفضل أكلات لقليلة السعرات الغنية بالفيتامينات الشغلة الرابعة هي زيت جوز الهند الشغلة الخامسة هي البيض البيض شكت بي أشياء؟ واحدة منها من الأشياء اللي بي هي البروتين النقطة اللي بعدها هي الخضرات الخضرة النقطة اللي بعدها هي سمج مثل السلمون والسردين نيناتهم كل الزينين النقطة اللي بعدها هي الكوركم والنقطة اللي بعدها هي اللي بجوز وآخر نقطة هي خليت آخر شيء أطيب شيء الآخر شيء هي الشوكولادة الذاكنة أوكي عشر نقاط لا تخاف بس نحفظها وبدون ورقة وقلم لأن أريدها قدم لك طريقة ثانية رح نشرح عنها أكثر بالمستقبل بس هسه رح نستخدمها حتى نحفظ هاي الأكلات هاي الطريقة تستخدم المكان لأن عقلنا يقدر يتذكر المكانات أحسن طريقة هواي أفضل ويتذكر الأشياء اللي يحطها في مكانات معينة بهذه الطريقة رح نستخدم جسمنا لأن جسمنا بمكانات معينة هذه المكانات رح نحددها وبعدها رح نضم بها أشياء معينة وبعدها رح تقدر بدون لستة بدون متكتب الأشياء بالتليفون متك منه تروح للمحل تجيب الأشياء اللي أنت تريتها لأن أنا أعتقد أني مارب هاي الشغلة وأنت مين مارب هاي الشغلة مرات واحد يروح للمحل ده يجيب شغلة وبعدها يجيب كل شيء وما يتذكرها أنا باقي اللعب هذا أشياء لتليفون وخابر مرتي أقول هان ليش أنا تقول لي تجيب هاي الشغلة أتمنى أنه أنت ما تحتاج هاي الشغلة ورح نسويها قائمة نسميها قائمة الجسم اللي هي مثل قائمة الشمس اللي تعلمناها في فيديو سابق بس هاي يسميها قائمة الجسم بس تركز ويايا تتذكر الفرق بين الوجود والانتباه أتمنى أنه أنت منتبه بهاي القائمة رح نحط أجزاء معينة أول جزء هو الرأس أتمنى أنه أنت تتحرك كمين ويايا حتى تقدر تحتفظ المعلومات الرأس المكان الثاني هو الخشم المكان الثالث هو الحلق أو ثم بالعربي المكان الرابع هو الإذن والمكان الخامس هو الرقبة رقبة أوكي هاي والخمس مكانات المكان السادس هو جتف الكتف المكان السابع هو هذا عظم القص هذا العظم هنا المكان الثامن هو الإيديينات الأصابع الإيديينات والمكان التاسع هو البطن والمكان العاشر والأخير هو الفخثين جزء العلى من الرجلينات أوكي؟ هاي العشر مكانات أعتقد كانت شغلة سهلة سريعة هسه رح نسوي؟ رح نجيب الأكلات أو الأطعمة ونحطها بهذه المكانات حتى نتذكرها شلون؟ تخيل هذي أتمنى تخيل ويايا تخيل إنه على راسك أكو قطعة أفوكادو شبيرة من برا بيها قشرة من جو خضرة مكسوصة بالنصي يمغطي راسك كل ساعة تزلك وترجع تعدلها شفقة مال أفوكادو لابس إتن بعدها ننزل خشمك خشمك بهناي دقمة من ندوس عليها ينزل توت أزرق بري أعرف موضوع يلعب النفس يجوز بس هو كل ما يلعب النفس كل ما يكون مضحر كل ما يكون غريب كل ما عقلك يتذكر هذا الشي كل ما وضعه يكون ممل وما مثير الاهتمام عقلك ينسى تدقمة وتوت بري المكان الثالث هو شنو كان الحليب تخيل نفسك واقف بالمراهية ذات فعب بيش نساوي وبدل السنون اكون بروكوليات بروكوليات ناضع عم فوق بروكوليات طالع من جوة كل أخطر بروكولي المكان الرابع كان الاذن تذكر شنو الأكل الرابع زيت جوز الهند عافية زيت جوز الهند خلينا نتخيل أنه نحن لابسين تراجي من جوز الهند جوز الهند جوز الهند كبار اثنينة حتى الآن تولى تخيل أنه انت لابس تراجي من جوز الهند كبير ها كبرات الهند كس أرازك يتشيروا اقدما ثقيله ها كبير لكمل مكان الخامسين شعن الرقبة تخيل تخيل تشيز في ثلاث بيضات هنا يا محلك كل ما تتويت يتحركني تقطقنهي 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 اوكي ما را أقدر أكمل النقطة السادسة هي تشانوين تشتف وشن شانت السادسة هي الخضرعوات الورقية الخضرة مثل الخس الخس وحده من هذه الأشياء وأفضلها والسبين أرهمين بس خلنو قيم بالخس تخيل أجنحة طالة من شتفك مالخس لازم أكمل بدون ضحك أجنحة مالخس تخيل مالله نجي يهس المكان الجايل يوه هذا عظم القص أوكي تخيل نفسك لابس قلادة وبيها سمت شاية بيها قطعة سمت سردين أو سلمون حسب اللي أجبك وشتمن الريحة حاول تشتمن الريحة كل ما ندخل أكثر عواطف ومشاعر ويهل معلومة كل ما الدماغ يعرف يربطها أكثر ويحولها إلى ذاكرة طويلة الأمد مو بس أشوف ولكن أحاول أحس وأشم وأس أدخل حواس ثانية بمعلومة قلادة ما السمت نقطة البعادها هي الإيد الأصابة تخيل أصابيع كصافرة مثل الكوركم تخيل نفسك دا ترسم على حيط أبيض بيه وأمك دا تعيط ذكر ومشين صغار وواحد يرسم على الحيط ويجون الكفو ويعيطون عليه نفس الشي تخيل نفسك أصابيع كصافرة كلها ودا ترسم بالكوركم على حيط الأبيض النظيف التو مصبو النقطة البعادها والمكان البعاده هو كان البطن وشنو الأكلة البعاده هو اللي بجوز أنا الأفسر حبايبنا الأكراد النسوان يتزوجون يلبسون حزام فوق الذهب وأعتقد الكثير منо عندنا لا تقошونا حزام ما الذهب تخيل نفسك الدم وحزام ما الذهب سreonي.. أنا أرض أن تاذع من الحزام بجوز تخلي , نفس شوا يلبس حزام كم هس أول شي حزام يدخل حزامp الم PLIB جوز حزام م PLIB جوز حسو series آخر مكان كانت هو了 الفخض تخيل جلد الفخض ماتتك شوكولادة مد ايدك تكسر من عندك قطعة او تخيل نفسك قاعدة بالافخاض ماتك مجمدة بها فتحات اثنية تخلي بها بس رجلاتك حتى ليه تموت شوكولادة بالصيف نصي الحرارة 550 اوكي خلصناها حفظناها يلا خلينا نحاول نعيد من البداية اول شي عراس الشان شفقه مال ابوكادو بالخشم شان من ادوس شي طلعلي دود باري ونفتح حلقه باباب المرايش شنو سنوني بروكولي صحيح اذان ايش معلقه شنو هي التراشيات او او جوز هند ونهاي شنو بعضات ثلاثة طاقطقا حاتما علاجيتشتافي شنو موجود خاس الجنح حمال خاس ولاد ذا ما الذي تشأوا معلق بيها شربين ريحته تقتل وصابيه يشكو sürكم عفيا و sensitive ley zs لا أرجقل Onati لأن من شوكولادة داكنة عفية شقد ما أتذكرت عفية خلينا أهمينا نبتعل عن موضوع الكمال ونحاول أنه من أول مرة نصير 100% صحيح إذا ما طلعت أن كلهم من أول مرة 100% مو مشكلة بس الشيء الزيان أنه أنت تتقدم التقدم هو هواي أفضل من الكمال إذا ماكو شيء بهذا العالم كامل إحنا نحاول دائما نكون شوية شوية أحسن أتمنى أنه أنت تعلمت هاي الطريقة قائمة الجسم بتقدر تحط بيها هاي الأشياء وتقدر بعدين تحط بيها همين أنت أشياء ثانية بس إذا خلينا نركز على هاي الأكلات أتمنى أنه أنت تحاول تجيب أكبر كمية من هاي الأكلات وتدخلها بنظامك الغذائي للي يقولون أنا ما أقدر على كيفك بالبداية أكو ماقولة كل الشهلوة من مايا أنجلو مايا أنجلو تقول سوي اللي تقدر علي إلى أن تعرف أحسن من تعرف أحسن سوي الأحسن وأني أقول سوي اللي تقدر علي باللي تقدر علي هسه إلى أن تقدر تسوي أحسن وسوي الأحسن هسه سوي اللي تقدر علي أبدي بالشغلات اللي تقدر تدخلها أكثر بنظام القذائم وبالأيام الجاية إن شاء الله تقدر تكثر من هذه الأشياء الباقي وأتمنى أنه تكون استفادية من هذا الفيديو إذا استفاديت من هذا الفيديو أتمنى أنه الشار كوي شخصتان يستفاد من عنده وأتمنى أنه شاركوني بالتعليقات شقد قدرتوا تتذكرون من هاي الاكلات قدرت تتذكرهم كلهم عشرتهم قدرت تتذكر ثمانية خمسة شقد قدرت تتذكر شاركهم ويانا واني جدا فرحان وجودك في هذا الفيديو خلينا نشوف بالحلقة الجاية مع السلامة